ألو ألو أيوة ألو كرسي في السلام الحمد لله تمام زيك أتعرف بيك أحمد أحمد كم سنة أحمد تسعة عشر مرتبط يا أحمد كنت متزوج كنت متزوج عندك أولاد عند تنور ربنا يخليها لك رب طيب احكيلي يا أحمد تحت عمرك والله ما بديانه أنا أول مرة أكلم حضرتك بس أنا من الناس اللي تحترمك جدا 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 ويمكن أنا من المتباني برنامجك على طول يعني السنور ربنا خليك يا أحمد تفضل يا حبيبي في شكل كده في مشكلة يعني آه مشكلة تفضل تحت عمرك أنا كنت متزوج حوالي 2014 عارسين و 14 يعني عدت سنتين للزبط ليس هم طلقني من حوالي شهر 8-8 كانت بزوجتي أنا وين كنت في الأول في مشكل أنا مش أطول على حضرة طب ده خالص طول براحتك أنا تحت أمرك تفضل بنادي مات كان في مشاكل ما بيني وما بيني بسبب اللي هكي دايما حط أهليني بدي قدامها اه المشكلة حصلتني لأنها تطورت راحت لما بيتها حاولت اللي أنا أرجحها على أني هي الغلطانة هي في حاولت اللي أنا أرجحها محصرش نصيب اكتشفت بعد كده من من طريق إنترنت وبتالي أتعرفت على واحد وقابلته وخارجت معايا وضاقا صادمة بيني في بالكديرة جدا مدمر حتى يعني جمّرني لفسي مدمر لي كافي الشغل وقد ضمّرني كل حاجة خدت قرار ساعت اللي أنا طلقتها وفعلا طلقتها بس قرار اللي أنا معرفتش اللي أنا أقضل اللي أنا عندي بنتي منها البنتي دي هي اللي خليتها لعاقباه وبصراحة يعني أساسي أنا دي تقدر تقولها اللي تسريني اكتشفت يعني اللي أنا كده مرة أروح أقول لهم أنا عايش ببنتي أنا عايش ببنتي عايش عايزة وغياني أنا حكت إن أنا قادر اللي أنا أقدر أقف في بعض محاكم قادر لأن الحكت دي أدفع جدا أنا مرحبش المشاكل أولا إن الإنسان اللي قلت بحبع جدا فوقنا في الخير ومش عارف عايش حياتي مش عارف أتجاوز أنا أني خاطب دي بقى لك قد ما شفتش بنتك تغالت في حواري 8 شهور يعني قبل المشكلة يعني 8 شهور دلوقتي مش فتحش خالص بقى لك 8 شهور 8 شهور يمكن أول يوم النهاردة في الناس توصتك بالخير يعني قدرت لهم أشوف وخرجوا لك إزاي يعني 10 دقيقة كده وخلاص يعني حوالي رابطة حاولت لنا أخو ده أو أديها المول مسلا أنا أجد لها أجد لها لبسة أجد لها أجد لها حسنة كان فعطي جدا ما سوالي تقول لي دلاش تأخدها مع إنساء اللي هو الشخص اللي ورهاني ده دلاش عشان ما تسددشوا مشكلة عشان انتم ما تأخدهاش وتمشي لكن عجل انت لأنا نمسى أشوفها سيب لها فلوسة ست اللي هم عايزين وعملتوا كل اللي هم طالبينه أنا مش عارف أشخياتي أنا تحبت بص يا أحمد انت قلت كلمة واجعتنا أنا شخصيا إن بنتي هي اللي كسراني كسراني جدا بص يا أحمد ما فيش راجل الكسر يا أحمد أنا معلش اسمع مني كده يعني أخوك كبير مفيش راجل الكسر ولا بنتك ولا ابنك يكسرك لأنك لو كسرت هتبقى ما تستحقش كلمة بابا من بنتك دي في ومن الأيام انت فهم قصدي لا أنا راجل قوي ووقف على حيلي قوي وهتحرموني من بنتي هجيب حقي واجبها هتبقى زوء وشيك ولطافة ومحترمين على عيني وعلى راسي هتبقى ولاة أدب هتلاقوني في منتهى قلة الأدب عايزين نجيبها بالقانون هجيبها بالقانون واشوفها عايزين نروح محكمة الأسرة هروح محكمة الأسرة عايزين يحصل بنا وبن بعض لبط ومشاكل والدنيا تتخرب على دمك وعلى عيني وعلى راسي بنتي هشوفها أنا بقولش بنتي هاخدها بنتي ملزومة مني أكل وشرب ولبس ومدارس وتعليم كل حاجة إنما تقولي لأ هتلو ادراعي مش هتقروني بنتي هوريكو أيام أسود من قرن الخروب أنا بقولها لك شوف أنا على الراديو والكلام ده ما يتقلش راديو بس أنا بكلم راجل لراجل ونقف على رجلين يا أحمد وما نقولش أنا اتكسرت أنا الراجل ما يكسرش الراجل يفضل راجل واقف مهما حصل أدخل مشكلة وجهه طالما انت قلبك من جوه نظيف وصيب أمرك لربنا وتقول له رب وقف معايا وشفني وشفني وساعدني وسندني هيسندك واللي رب وسنده ما بيكسرش يا أحمد وما تقلقش بنتك مش هحصل لها حاجة بنتك هتتربى وهتعيش وكل حاجة ولما تكبر شويتين برضو مش هتكرهك دي هيبقى روحها فيك إيه وعتتخيل ان بنتك هتكرهك عارف يعني ايه بنت بتحب أبوها الكلام ده لو انت كنت سيبت أمها وتفاشت عشرين تلاتين سنة وبعد كده راجعت تدور عليها لو كنت سيبت أمها واختفيت وروح تتجوزت واحدة تانية وبقت هي بنتك بتسأل عليك وتتقول لها طيب بعدين أبقى تكلم زي مليون أب جاحت بنشوفهم إنما لا يا أحمد تخافش سلم أمرك لربنا يا أحمد وقف راجل على رجليك وما تخافش وعلى فكرة طول ما هم شايفينك مكسور كده وبتتحيل وبتتمحلس وبتاع علشان أشوفها وعشان خطيه النبي وتوصلت طول ما هيبيع ويشتروا فيك أنا بقولكش إلا أدبك وبقى إنسان وحش لا ما حدش ألسيب بنتك على فكرة ده كلام والدي أنت برضو بتتكلم ما حدش ألسيب بنتك يا حمد أنا بقولك نبيل من وقدة وقدة اللي أنا أسأل عليها حبيبي أسأل عليها أنا بقولكش سيب بنتك أنا اللي بقولهولك ما تسيبش نفسك نعم ما تسيبش نفسك تضيع أنت راجل وليك مستقبلك وحياتك وهتتجوز وهتخلف تاني أي نعم ما فيش عيل بيعوض عيل إنما هتخلف تاني وهتعيش وكل حاجة وهتراعي بنتك برضو إنما أنا بقولك ما تتكسرش ووقف على حيلك راجل وفهمهم إن أنا هشوف بنتي بالزوء بالعافية بالخناء بالمحاكم باللبط هشوف بنتي عايزين تعيشوا في سلامه وهدوء ومحبة ولطفة وتتجوزي وربنا يكرمك وكل حاجة تبقى حلوة على عيني وعلى راسي يبقى احنا مع بعض نبقى زوء وأشوف بنتي بالزوء بالأدب عايزين تمشوها لبط لا هتعرفه وتعيشه ولا هتعرفه تستريحه ولا هتستعرفه تستمتعه وهتلاقوا حياتكو نكد ليه طيب ما تخلونا لطاف أبعتلك مصروف البنت أشوفها مرة كل أسبوع تيجي تقعد معي ساعة ساعتين جدتها تشوفها وجدها يشوفها والحياة تشوفها والدنيا تمشي مظبوطة غير كده ملكوش عندي كلام اسمع أحمد شكرا الراجل الراجل موقف وانت راجل ولازم يكون لك موقف في حياتك لأنك لو ما خدتش موقف في حياتك في المواضيع المهمة جدا دي مش هتعرف تاخد موقف في حياتك في المواضيع التفا انت مش أول واحد ولا آخر واحد مراته تطلع قليلت الأصل وتعمل حركة نص كم كده ومش أول واحد ولا آخر واحد تايف محاكم الأسرة عشان يشوفه أولاده وخليني بقى يا أحمد كمان بسبب مكالمتك جي أتوجه برسالة حادة جدا لكل السادة أعضاء مجلس الشعب السادة أعضاء مجلس الشعب اللي عاديين بيسنوا القوانين ويدرسوها ويقدموها سادة أعضاء مجلس الشعب قانون الأسرة قانون حق الرؤية اللي السادة سوزان مبارك كانت سهمت فيه زمان القانون ده بيحرم أباء بالهبة اللي يشوفوا أولادهم القانون ده مقحف جاحد القانون ده محتاج إعادة نظر السادة أعضاء مجلس الشعب الكرام حضراتكم بدل ما بنناقش قضايا ملهاش أي قيمة أرجوكو نناقش قضية لأن القضية دي هي عصب المجتمع اللي احنا عايشين فيه المجتمع لما يكون مضروب فعصبه ما يقومش القب اللي مش عارف يشوف عياله لأن الست منعاه وبتفرجوا عياله في البسطة ولا في مركز شباب ولا في النادي تحت رقابة ما يعرفش ينتج ويبقى راجل محترم مصر مليانة مطلقين ومطلقات ملايين أرجوكم وأنا بوجه الرسالة للسادة أعضاء مجلس الشعب ورسالة كتيرة بقدمها من برنامج أنا والنجوم وهواك وبواجهها الزميلي الإعلاميين وبيطلعوا بعديها بأسبوع وباربع ايام وخمس ايام يعملوا الفقرة دي في التلفزيون أنا ما بنسبش لي أن أنا بقول أنا صاحب الفكرة خالص بس أنا بوجه رسالة لكل زميلي بوجه رسالة للإعلامين المحترمين أسامة كمال عمر أديب لخيري لمجدي الجلاد للناس بتطلع على التلفزيون بوجه رسالة لكل إعلامي بيطلع على التلفزيون أرجوكم افتحوا ملف حق الرؤية أبهات متمرمطة عايزة تشوف ولادها مش عارفة وده ما يرضيش ربنا عندنا حاجات كتير جدا في بلدنا عايزة تتعدل بس قبل معدل الطوب والحجر والشارع والمصنع والمزرعة والسمك والأكل والعيش قاعدل بني آدم عشان يعرف هو اللي يعمل الطوب والمصنع والمزرعة ومزارع السمك والعيش والطرق والمباني والتعليم نصلح البني آدم نهتم السيد وزيش قونكت معي لو فيه وزيش قونكت معي أرجوك ايدو النظر تلك